إسرائيل لسه مصر تشتت انتباه العالم عن الجريمة الكبيرة اللي هي عدوانها على غزة وقتل 31 ألف مدني منهم آلاف الأطفال وإصابة أكتر من 72 ألف إنسان وادخلنا في حوارات سبت كذا مرة أنها كذبوا تدليس ولسه بتقاوح في أفلام هبطة من نوعية أن أفراد المقاومة اغتصبوا إسرائيليات وبرضو هي اللي بتلبس وبياسبت تاني وتالت أنها بتكذب إيه الجديد في الملف ده؟ خلونا نشوف عارف قاعدة إحنا هندوش الدوشة بدوشة أدوش من دوشتها؟ أو ده بالضبط اللي بتعمله إسرائيل عشان تغطي على الجريمة المرعبة اللي مستمرة في غزة من أكتر من خمس شهور ولأن الإسرائيليين فاهمين المنزاج الغربي وعارفين إنه حساس أو يتجاه أي عنف ضد المرأة بالتالي قرروا من بدري إنه هم يروجوا أكذوبة بتقول إن جنود المقاومة يوم 7 أكتوبر اغتصبوا إسرائيليات في مستوطنات غلاف غزة اللي هجموها التعاطف الشعبي في الغرب مع أهل غزة والمظاهرات اللي بتطلع كل يوم فكل يوم كانت بيتزيد مزاعم إسرائيل في حوار الاغتصاب ده بس ده مشيش سبب الوحيد لأن جوه السجون الإسرائيلية اللي بترمى فيها المعتقلين الفلسطينيين اللي بيتقبض عليهم من يوم 7 أكتوبر حاصلت اعتداءات جنسية ضد سيدات وبنات فلسطينيات وهو دي بقى عليها شهود بشكل واضح تعرض النساء الأسيرات في السجن لأبشع أنواع الظلم إسرائيل معرفتش تنفي الكلام ده بأي طريقة وورطتها زادت لما طلع تقرير من الأمم المتحدة مواخر الشهر اللي فات أعلن صراحة أن في حالات موثقة توثيق دقيق لفلسطينيات تتعرضوا للاغتصاب من جنود الاحتلال التقرير قال كمان أن الأدلة على جرائم الاقتصاب دي اتجمعت من كذا مصدر وأن ما فيش معلومة جيت فيه بناء على مصدر واحد بس وزاد إحراج إسرائيل لما التقرير قال أن قبل النشر الأمم المتحدة بعتت رسالة للحكومة الإسرائيلية تطلب منها الرد الواضح على معلومات الاغتصاب وديتها ستين يوم عشان ترد والستين يوم عدوا والحكومة الصهيونية ما ردتش بالتالي التقرير يتنشر عنها وإسرائيل الجننت بقى إحنا جنودنا الطهرين اللي لا بيقتحموا مساجد ولا مدارس ولا بيقتلوا أطفال ولا بيخطفوا رد على ويبعتهم على إسرائيل يعملوا كده وهنا في عبقري في حكومة ناتنياهو على ما يبدو قال لك إحنا لازم نرد على تقرير الأمم المتحدة ده بتقرير برضو يطلع من الأمم المتحدة طب نعمل إيه عبقري زمانك؟ قال لك إحنا نطلب من الأمم المتحدة أنها تبعت وفد رسمي عشان نعرض عليهم جرائم اغتصاب حماس لستات إسرائيليات وبما إن الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا هنطلع لهم التحقيقات إيه ده وإحنا عملنا تحقيقات؟ أمال ده إحنا عملنا تحقيقات وجبنا أدلة وحالات وبتوع الأمم المتحدة لما ييجوا هيلاقوا كل حاجة ما تزبطها متأكد يا بني أنت دارس اللي أنت بتقوله ده يا باش يا برقبتي عنها وراحت حكومة نتنياهو فعلا طلبت من الأمم المتحدة تبعت الوفد وهنا كانت الفضيحة الجديدة اللي انطبق عليها المثل اللي هو لك تيجي تصيده ويصيدك الأمم المتحدة فعلا بعتت وفد لإسرائيل مهمته وهي جمع أدلة حوالين جرائم اغتصاب حماس لإسرائيليات والحكومة الإسرائيلية قدمت للوفد أدلة ومعلومات وكمان حالات وعشان تكمل فضيحة حماس المجرمة اللي بتختصب الستات قدموا للوفد صور وعينات من جسس لإسرائيليات تم اغتصابهم في مستوطنة اسمها بقيري من مستوطنات غلاف غزة لتاجمة يوم 7 أكتوب وطبعا بما أن الموضوع فيه أدلة وحالات وجسس ما كانش قدام الأمم المتحدة إلا أنها فعلا تطلع تقريرها من أقام بسيطة وتفضح المفضوح وتكشف المسطور وفعلا تقرير الأمم المتحدة أدان أدان إسرائيل نعم يعني الناس مكلفين وجايبين وافد من الأمم المتحدة ومستضفينه على حسابهم عشان في الآخر يجرسهم هم أهو دا اللي حصل بفكرة أن الأمم المتحدة كهيئة دولية بياناتها وتحقيقاتها متاحة للإعلام بشكل مفتوح يعني لو فبريكة أي حاجة أي صحفي بيتضرب في أصغر جورنال في مدغاشقر هيكتشفها وهتبقى فضيحة ملاش أي لازمة عشان كده الأمم المتحدة نشرت نتائج التحقيق من غير لعبة بتوع الأمم المتحدة قالوا في التقرير إحنا والله جات لنا اتهامات للمقاومة الفلسطينية أنها اغتصبت ستات إسرائيليات فقلنا ماشي وماله نحقق بس لقينا أن الدليل الوحيد ده هو قالوله وما لقيناش ولا حالة توحد ربنا حتى في محاضر الشرطة الإسرائيلية بتأكد أن التوع المقاومة اغتصب أي حد التقرير وصف الحالات لإسرائيل بتزعم أن الفلسطينيين اغتصبوهم بأنها لا أساس ألا من الصحة والزيادة في الفضيحة رئيسة فريق التحقيق بتاع الأمم المتحدة قالت أن إسرائيل ضغطت علينا واستخدمت في الضغط ده لوبيات وجماعات ومنظمات تابعها عشان نعمل التحقيق والزيادة أكتر في الفضيحة زيارة فريق الأمم المتحدة للأرض المحتلة كانت 17 يوم منهم 15 يوم في كيان الاحتلال ويومين بس في غز يعني بعد 15 يوم في كيان الاحتلال الأمم المتحدة بجلل أدرها ما لقيتش ولا دليل على أن المقاومة اغتصبت أي حد بتوع الأمم المتحدة طلبوا من الاحتلال أن هم يزوروا الأماكن اللي بتوع حماس المجرمين اغتصبوا فيها الإسرائيلية فأظهرنا ده الطبيعي في أي تحقيق لكن الحكومة الإسرائيلية هيتلوم والله كان على عيني ما يتعزش بس مش هينفع لكن إحنا هنوديكم أماكن حصلت فيها هجمات عامة لحماس يوم 7 أكتوبة عشان تشوفوا الإجرام طب خلونا نقابل المجرمين الإرهابيين بتوع المقاومة اللي انتوا بتقولوا أنكم أبطوا عليهم لأنهم اغتصبوا بناتكم برضو حكومة الاحتلال قالت لا بس عشان انت أمم المتحدة واحنا بنحبكو هنديكم ملفات التحقيق اللي احنا عملناه مع المجرمين دول هو فيه كده عام انت آه عندنا في إسرائيل فيه كده وابو كده كمان المهم فريق الأمم المتحدة قالك طالما احنا لها نزور أماكن جرائم لا اقتصاب المزعومة ولا هنقابل متهمين يبقى سيبونا نقابل أي مسؤول إسرائيلي نطلبه حكومة الاحتلال قالت بس كده من العندي قبل العندي وفعلا الفريق قابل رئيس الاحتلال شخصية وكمان قيادات في الجيش وفي جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي اللي هو الأمن الوطني بتاعه وفي الموساد وموظفين في الحكومة وناس من جماعيات الإغاذة الإسرائيلية وشهود المفروض أنهم أشهود عيان ومسؤولين من الشرطة الإسرائيلية للا كبيرة يعني ونتيجة المقابلات دي كلها فعلا حقيقة اقتصاب حماس لإسرائيليات اتضحت للفريق والحقيقة كانت أن كل ده بلح ومحدش من المقاومة اقتصاب حماس وكل الفريق الأمن المتحدة قابلهم دول ما قدروش يثبته ولا حالة اقتصاب واحدة لدرجة أن التقرير قال أن بعد كل المقابلات دي مع كل المستويات دي احنا بالكتير قوي لقينا أسباب تخلينا نظن أن ممكن يكون في حالات اقتصاب حصلت يوم 7 أكتوبر طب نظن وممكن دول نصرفهم من ايه ما تعرفش الفكرة أن تقريبا فريق الأمن المتحدة اضطر يقول كده عشان يقدر يروح بدل محكومة تنتينيا وتقتصبه والنفس السبب تقريبا مسؤولة الأمن المتحدة المتخصصة في رصد العنف الجنسي اللي هي المشرفة على الفريق قالت في تصريحات للإعلام أن المقاومة اقتصبت أي نعم بس اقتصبت إسرائيليات من اللي تم أسرهم يوم 7 أكتوبر يجد عام تيرسو عبر هي المقاومة دي اللي دايرت اقتصب على روحها اقتصبت إسرائيليات في المستوطنات وقتلتهم زي محكومة تنتينيا وتقول ولا اقتصبت أسيرات أمان ليه كل الأسرة الإسرائيليين اللي ظهروا أثناء تبادل المعتقلين في الهدن الأولانية كانوا الشهم مورد ومنور وأشادوا بحسن معاملة حماس حتى بعدما روحوا بيوتهم وخدوا دش يعني كيفهم لاغتصاب يعني النقطة إن السيت بتاعت العنف الجنسي دي لما اتسائلت عن أي دليل أو حالة لأسيرة إسرائيلية تم اقتصابها وهي في الأسر قالت له والله لا عندي أدلة ولا عندي حالات بس أنا مؤمنة وقلب المؤمن دليله طب يا سيت ما هو حاجة من اتنين الأسيرات للمقاومة اقتصابتهم دول يا إما يعني هما تم الإفراج عنهم في الهدن اللي فاتت ودول بسهولة خالص يتعرضوا على فريق الأمم المتحدة عشان نفضح المقاومة اللي غاوية تقتصب الستات دي يا إما إن هما لسه في الأسر وفي الحالة دي عرفت إزاي إن هما تعرضوا للاختصاب برضو مش هتلاقي رد نفس الست دي بتاعت العنف الجنسي صراحت للإعلام بعد نشر تقرير الأمم المتحدة الأخير اللي بنكلم عنه ده إن هما ما قدروش يحددوا أي حالة واحدة اتعرضت للاختصاب من المقاومة ولا حتى قدرو يحددوا مكان اتعرض فيه أي حد للاختصاب فريق الأمم المتحدة كمان أعلن إن كل الصور والفيديوهات والوثائق اللي إسرائيل عرضتها عليهم عشان تثبت لهم إن المقاومة ارتكبت جريمة الاختصاب ما كانش فيهم ولا صورة ولا فيديو بيقول إن فيه اغتصاب حصل فعلا ما هو الله يزن بيقول لك كده وعشان الكتب يملوش رجلين يقول حرام ما بيدومش الخمستاشر يوم اللي إسرائيل استضافت فيهم فريق الأمم المتحدة اتحولوا لفرصة لجمع أدلة تأكد كدب الاحتلال والدينه هو يعني مثلا من ضمن الأدلة اللي حكومة نانتنياهو قدمتها للفريق جسة بنت إسرائيلية بتقول للحكومة إنها تقتلت يوم 7 أكتوبر وجسة البنت نصها التحتاني عريان والنص العريان ده الاحتلال قال لك إنه دليل على إنها تعرضت للاختصاب مش محتاجة فكاكة يعني فريق الأمم المتحدة بقى بالتحيات اللي عملها كشف إن الاحتلال تلاعب بالجسة دي ونقلها لمكان غير اللي ماتت فيه ولاعب في الجسة نفسها الفضايح ما وقفتش عن ذكره لأن الفريق أثبت إن تقارير الطب الشرعي اللي طلعتها حكومة الاحتلال لكتير من الجسس اللي المفروض إنها تقتل يوم 7 أكتوبر كانت مضروبة يعني مثلا في أعراض أو مظاهر كانت في بعض الجسس ما هياش نتيجة اغتصاب الطب الشرعي الإسرائيلي قال إنها نتيجة اغتصاب لو بالعافية طب يا عم أعمل حساب إن فريق الأمم المتحدة ده مش مصطيل يعني دول جايبين معهم برضو أطباء شرعيين وخبراء تشريح قمة المسخرة بالنسبة للاحتلال كانت لما فريق الأمم المتحدة اتهم حكومة ناتنياهو إنها بتجذب وإنها هي نفسها مش قادرة تجمع أي دليل حقيقي على أي اغتصاب واتهمها كمان إنها بتماطل وبتلاوع مع الجهات الدولية بما فيها الأمم المتحدة وما بتوفر لهمش أي أدلة أو معلومات حقيقية لأن المعلومات مش موجودة إسرائيلي ما حاست إنها ورطت نفسها عينت لك كما نستضيف الستة مسؤولة العم في الجنس بتاعت الأمم المتحدة في الإعلام ونحط عليه وفعلا استضافوها وكان واضح إن الهدف هو انتزاع أي اعتراف منها إن حماس اغتصبت أي قبطة كانت مع الديهم 7 أكتوبة والست قالت الحقيقة اللي اتوصل لها تقرير وهي إن مفيش أي دليل بيقول كده وقالت المزيعة يا شيخة دا حكمتك ما خلتناش نقابل الضحايا اللي هي بتقول إن حماس اغتصبت إيه هنفتح المندل يعني ولا هنضرب الوضع بس برضو المزيعة كانت عنيفة وقللت الأدب مع الستة الغالبانة دي دلوقتي إحنا عندنا تقرير من الأمم المتحدة بيقول بوضوح بعد 15 يوم تحقيقات في إسرائيل بناء على معلومات الإسرائيليين نفسهم إن مفيش ولا حالة اغتصاب حصلت على إيد المقاومة في 7 أكتوبر يسكت الإعلام الغربة على كده لا زي ده إسرائيل اللي علشانها نجدب ونلفق ونطلصق ونتشقلب ونعمل كل حاجة زي ما جدبنا في أول الحرب وقلنا إن حماس ده بحث 40 طفل إسرائيلي وفي الآخر طلع كل ده بلح والصحفية اللي قالت كده هي نفسها تراجعت واعتذرت والبيت الأبيض نفسه نافى الكلام ده بعد ما بايدن قاله وهنا حصلت فضيحة مخيفة من وسائل إعلام غربية كبيرة جدا لما وهي بتنقل أخبار تقرير الأمم المتحدة استخدمت كلام غير مهني متصاق بشكل ملتوي عشان يرف على الحقيقة اللي توصل لها تقرير يعني مثلا وكالة أنباء السيوشيات البرس العالمية الكبيرة اللي مفروض إنها من رموز المهنية قالت وهي بتغطي أخبار التقرير إن حالات الاغتصاب اللي حماس متهمة بيها هي مزاعم اختصاب لا يمكن التأكد منها بعد مع إن التقرير آيل بتعبير صريح إن دي اتهامات لا أساسة لها من الصح حتى جرية النيويورك تايمز اللي المفروض إنها هي كمان كبيرة وعريقة عملت منشت قالت فيه قال لأمم المتحدة تقول إنها عثرت على أدلة تثبت ارتكاب حماس اعتداءات جنسية خلال هجومها على إسرائيل اللي هو اختصاب للصحافة نفسها بس الفكرة نزي ما قلنا أو بنقول فيه إصرار دولي على تلبيس العمة للمواطن الغربي المتعاطف مع أهل غزة واللي في أغلب الأحوال مالوش في حوار المقاومة ولا غيره بالعكس ده معترف بكنين الاحتلال على إنه دولة طبيعية بس كل الفكرة إن ما ينفعش الدولة دي تمارس إبادة ضد شعب تاني المواطن الغربي اللي ضميره صاحي ده هو هدف لحمالات التضليل والكتب اللي بترعاها إسرائيل وبتشارك فيها وسائل إعلام عالمية وهدف التضليل ده إن المواطن يقتنع إن حكوماته الغربية اللي أغلبها داعم لإسرائيل في جرائمها مش غلطان بالعكس ده حماس حركة إرهابية بتعمل كل حاجة من أول اغتصاب الستات لغاية قتل الأطفال الحكومات الغربية بتشارك في التضليل ده لأن أغلبها عنده انتخابات قريب بزي انتخابات الرئاسة الأمريكية وحالة الوعي اللي بتكبر في الغرب خلت مواطنين كتير يهاجموا موقف حكوماتهم ويهددوا بالتصويت ضدها أو مقاطعة الانتخابات بالتالي لازم نلحق غسيل مخ المواطن ده بسرعة أبل الانتخابات بس فات الحكومة دي إن إحنا في زمن السوشال ميتيو والجرائم بتتشاف على الهوى صوته صورة وإن محدش يقدر يغطي الشمس بغربات ونشوفكم على خير إن شاء الله